دول الجوار تحت مرمى نيران الميليشيات المسلحة في ليبيا هي أحدث تبعات الفوضى الأمنية التي يعيشها هذا البلد في الأونة الأخيرة هذا ما كشفت عنه مصادر لقناة البلاد حيث لم يعد يخفى ارتباط هذه الجماعات بالمنظمات الإرهابية في منطقة الساحل وخاصة تنظيم القاعدة السعي إلى توسيع دائرة تهديده إلى كل من الجزائر وتونس ومصر التي تتقاسم الحدود مع ليبيا وهو ما تأخذه أجهزة الاستعلامات الجزائرية بعين الاعتبار حيث حذرت في تقارير رفعتها إلى السلطات المختصة من خطر هجومات مباغتة تقوم بها هذه الفصائل ضد عناصر الجيش الوطني الشعبي المتمركزتين على الحدود المغلقة مع ليبيا وذلك باستعمال الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها هذه الجماعات تشمل حتى سواريخ سام سبعة وشملت التحذيرات الواردة في التقارير إمكانية استغلال هذه الجماعات الإرهابية قضية نزوح العديد من العائلات الليبية باتجاه التراب الجزائري هروبا من نيران الحرب المشتعلة بليبيا كي تنفذ عمليات انتحارية تستهدف عناصر الجيش والدرك المرابطين على الحدود البرية مع البلد الجار ولم يمضي وقت طويل على رفع التقارير الأمنية المحذرة حتى حصل هجوم في منطقة بنغردان التونسية استهدف عناصر من الأمن هناك رغم الاستنفار العسكري الكبير وهو ما يؤكد صحة التحذيرات الواردة فيها من أن قوى الإرهاب تحاول إقامة تحالف يهدد الدول الثلاث يتخذ من ليبيا والساحل قواعد خلفية له اشتركوا في القناة